بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الصناعي قسم الإلكترونات أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا إن شاء الله النهاردة أولاد هنتكلم عن درس جديد اللي هو الدرس الأول في مكرر الفصل الدراسي الثاني اللي هو الدرس بعنوان الوسط التراصلي خدنا الحلقة اللي فاتت مقدمة أو تمهيد عن مكرر الترم التاني الجزء اللي احنا هناخده كامل في الفصل الدراسي الثاني طيب النهاردة هنبدأ بقى في المكرر نفسه أول حاجة عندنا جزء الوسط التراصلي ايه هو الوسط التراصلي طبعا الوسط التراصلي ده الوسط اللي بتتنقل خلاله المكالمات التليفونية يعني أنا علشان أكلم حد في التليفون طبعا المكالمة بتمر خلال كابلات خلال أسلاك ده يسمى الوسط الايه التراصلي يبقى لما يجي يقول لي عرفي الوسط التراصلي يبقى هو الوسط اللي بتنتقل خلاله المكالمات الايه التليفونية الوسط اللي بتتنقل خلاله المكالمات الايه التليفونية علشان طبعا المكالمات التليفونية بتتنقل من مكان الى مكان ايه الى مكان اخر تمام كده الوسط التراصولي دوت لازم اكون عارفة متأكدة كويس جدا ان الوسط التراصولي بيختلف باختلاف نوع المعلومات اللي انا هبعتها او بيختلف كمان باختلاف المكان الجغرافي بيختلف على الاساس او بيعتمد على اساس سرعة المعلومات اللي انا هبعتها كل سرعة معلومات يعني انا مش اي نوع كابلات اشتغل بيه في اي حاج تمام لا ده بيعتمد نوع الكابل اللي انا هستخدمه على نوع الايه نوع البيانات او المعلومات اللي انا هبعتها عايزة سرعتها قد ايه المسافة اللي انا هبعت البيانات بتاعتها دي او المعلومات دي هتكون مسافة كبيرة ولا مسافة صغيرة يبقى ده كله بيتوقف او بيعتمد على الايه نوع الكابلات خلاص كده احنا قلنا انا عندي لما اجي اقوم بعملية النقل طبعا انا ممكن انقل رسالة او اكتر من رسالة نقل رسالة او اكتر بيكون عن طريق ايه عن طريق زي ما قلنا في جزئية قبل كده في خدناها في فصل الدراسي الاول اللي هي النقل عن طريق التقسيم الترددي او التقسيم الزمني يعني لو انا عايزة ابعد رسالة او اكتر استخدم يتقسيم ترددي يتقسيم ايه زمني واحنا لسه فاكرين طبعا ما نسناش وما نحقناش ننسى ان التقسيم الترددي بيكون لنا نطاق ترددي معين بس انا بقسم فيه كل ايه رسالة تاخد نطاق ترددي معين والتقسيم الزمني ان انا هقسمه على ايه ازمنة الازمنة دي تكون ازمنة ايه متساوية ولو فاكرين كنا برضو بناخد مفتاح هو اللي بيقوم بعملية التقسيم ايه التقسيم الزمني تمام كده طيب قلنا عوامل استخدام الوسط التراصلي بتعتمد على ايه بتعتمد على نوع المعلومات سرعة المعلومات اللي انا هبعتها بتعتمد كمان على المحيط الجغرافي اللي انا هقوم بعملية الايه هقوم بعملية الارسال خلاله تمام كده سور الوسط التراصلي الوسط التراصلي ليه مجموعة من السور زي ايه انا عندي علشان انقل اشارة علشان انقل مكالمة ممكن اكون استخدم كابلات هوائية او كابلات ارضية ممكن استخدم كابلات مدرعة او كابلات محورية او كمان اقدر استخدم كابلات ايه كابلات مجدولة احنا خلال الحلقة النهاردة هنعرف كل نوع من الاوسط دي ازاي بيكون خصائصه وهو عبارة عن ايه تركيب الكابل ده بيكون عبارة عن ايه وايه هي مميزات وعيوب كل نوع وامتى استخدم ده وما ينفعش استخدم ايه النوع ده تمام كده مثلا زي احنا دلوقتي بنقول اه كابلات مدرعة يعني ايه كابلات مدرعة اه كابلات المدرعة دي انا ممكن اقولك ان هي بتستخدم في اه الحاجات اللي بتكون بتمر في اماكن فيها مية زي مثلا اه الانترنت وحنا الانترنت عندنا ما بيكونش احنا جاي الانترنت دي واصلة خارجية مثلا بتكون متصلة ايه جاي لنا من اعماق البحار بنكون حطين الاسلك دي في الايه في اعماق البحار بتمر فيها مية يبقى انا ما ينفعش استخدم اي نوع ليه لان انا هكون هستخدم نوع لازم اكون عارفة كويس او ان النوع دوت انا عاملاله وقاية كويس من المية ومن التآكل يبقى خصائصه هتختلف عن خصائص اي وسط تاني او اي نوع كابل تاني يبقى عشان كده بنقول اننا العوامل بتختلف او استخدامي لكابل بيختلف عن استخدامي لكابل ايه لكابل تاني تمام كده دي سور الوسط التراصلي اول حاجة لو كنا نتكلم عن الخطوط الهوائية يعني ايه خط هوائي الخطوط الهوائية دي الخطوط اللي بيكون متعلقة على اعمدة بنشوفها في الاماكن الواسعة جدا يمكن دلوقتي ما بيكونش في المدن نتيجة طبعا لان احنا في المدن عندنا عمرات شاهقة الارتفاع فما ينفعش استخدم فيها الكابلات الهوائية عشان كده الكابلات الهوائية دي بتستخدم في الكرة وفي المناطق الزراعية الوسعة بتكون ازاي بقى الخطوط الهوائية دي بتكون عبارة عن اسلاك معدنية من النحاس الاسلاك دي بتكون غير معزولة طالما غير معزولة ما هي ممكن يحصل تلامس للاسلاك دي خلاص لا ما احنا الاسلاك دي بنعمل ايه بتكون في مسافة حوالي قدم ما بين كل سلك والايه والتاني علشان لو حصل اي عوامل طبعية هوى اي حاجة ما يحصلش ايه قسر للاسلاك دي تمام كده يبا هي اسلاك ايه غير معزولة تعلق اعلى الاعمدة والاسلاك دي تترك مسافة ما بين السلك والاخر بتكون حوالي ايه قدم لتفادي العوامل اللي ممكن تأثر على الايه الكابلات او الخطوط الهوائية تمام كده ده شكل الخطوط الهوائية خلاص كده عشان كده بنقول نهي في الاماكن في بتكون في الكرة او في المدن بس لازم تكون اماكن مفتوحة واماكن ايه تكون لسه المناطق دايما بتبقى في المناطق اللي ما فيهاش سكان لسه جديدة منطقة جديدة فبيروحوا عاملنا ليه طيب ما يعملوا على طول الكابلات الارضية لا هو بالنسبة للخطوط الهوائية بتكون ارخص شوية من الكابلات الارضية كمان علشان الخطوط الهوائية ما بتعملش اعاقة في عملية المرور اثناء عملية الانشاء لان الكابلات الارضية طبعا بتوقف فيها الايه بتوقف فيها السير لما بيتم انشاءها وبتكون صعب اكتشاف اي عطل فيها لازم احفر علشان اعرف العطل فين انما الكابلات الخطوط الهوائية بمجرد النظر بيقدروا يعرفوا فين الجزء اللي فيه ايه اللي فيه تلف فبتكون طبعا الخطوط الهوائية فيها بعض المميزات وبرضو الخطوط الارضية فيها مميزات بس دي بتعتمد على المكان اللي انا اقدر احط فيه كابلات هوائية او لا طبعا من المميزات المهمة جدا للخطوط الهوائية اني انخفاض قيمة الفقد ما بيحصلش عملية فقد في الايه في الاشارة بيكون بسيطة جدا حوالي تلاتة من مية ايه ديسبل لكل ميل يعني كل ميل الفقد تلاتة من مية ديسبل يعني يكاد يكون الفقد حاجة قليلة جدا لا تذكر يبقى الاشارة بتوصل زي ايه زي ما هي تمام كده بس تم تقلص استخدامها علشان الظروف اللي احنا قلناها قبل كده نتنقل بعد كده الى الكوابل الارضية طبعا الكوابل الارضية هي الكابلات اللي احنا بنحفر في الارض ونحطها زي كابلات التليفون مثلا خلاص يعني كابلات التليفون احنا بنمررها فين في باطن الارض يبقى لازم احفر علشان احط الكابلات ايه الكابلات الارضية دي طبعا بيتم نقل المكالمات التليفونية خلالها وخصوصا لو انا مقدرش استخدم كابلات هوائية ولازم استخدم كابلات ارضية خلاص انا هحفر في الارض وحط الكابلات الارضية دي تمام طبعا الكابلات الارضية دي علشان احطها في الارض لازم اكون عاملالها عملية حماية زي حاجة اسمها الدرع الواقي ليه لان انا عندي احنا عارفين ان الارض في عوامل ميكانيكية وفيها بعض المؤسرات اللي ممكن تأثر على الكابلات فلازم الكابلات لما انا حطها في بطن الارض لازم اكون عاملاله عملية ايه حماية تمام انواع الكابلات ايه بقى ياولاد اول حاجة عندنا من انواع الكابلات الكابلات المحورية تمام بعد كده عندنا الكابلات المجدولة وكابلات الالياف الضوئية والكابلات المدرعة يبقى انا عندي انواع الكابلات محورية الياف ضوئية كابلات مدرعة كابلات مجدولة لكل نوع من الكابلات دي استخدام معين ممكن يكون فيه كابل اكتر كفاءة في عملية الاستخدام استخدمه وفيه كابل انا ما اقدرش استخدمه لازم استخدم نوع غيره تمام حتى لو كان هو كفء بس فيه ظروف تمنع ان انا استخدمه زي مثلا لو انا بجيب نوع معين من الكابلات وغالي جدا بس جيد طيب يبقى انا فيه عقق قدامي اللي هو العقق الاقتصادي اللي هو ارتفاع تمن نوع معين من الكابلات مثلا تمام يبقى انا فيه ظروف بتحتم عليها استخدم نوع او نوع لا من الكابلات هنبتدى نشرح نوع نوع من الكابلات دي اولا كابلات الاسلاك المجدولة كلمة مجدولة يعني ملفوفة لو انا جبت ياولاد عندي سلكتين والسلكتين دولت انا لفتهم على بعض يبقى كده دولت اسمهم اسلاك ايه؟ اسلاك مجدولة زي ما هو واضح قدامنا في الصورة ده شكل الاسلاك الايه؟ الاسلاك المجدولة بتتكون من ايه الاسلاك دي؟ بتتكون من زوج من الاسلاك اهم اتنين كده اسمه زوج من الايه الاسلاك لازم الاسلاك دي تكون معزولة خلاص يبقى السلك اللي جوه اللي هو النحاس وبيتم عزله واجيب سلك تاني من النحاس واعزله وبعدين بقوم بعملية الايه؟ اللف او الجدل طيب الجدلة دي بتكون على ابعاد يعني مش افضل اعمل عملية جدل باستمرار لا بتبقى كل من اتنين الى ستة بوصة بيتم عمل جدلة واحدة وسيب مسافة واعمل جدلة ايه تانية طيب كتر الموصل الكتر بتاع الموصل من جوه بيكون قد ايه؟ بيكون ستاشر من الف الى ستة وتلاتين من الف من الايه؟ من البوصة يبقى انا عندي نقول تاني الاسلاك المجدولة هي عبارة عن سلك من النحاس مغطة بعازل بجيب سلكتين خلاص؟ وبعمل لهم جدل يعني لف خلاص؟ وسيب مسافة واعمل لفة تاني طيب المسافة ما بين كل جدلة وكل جدلة قد ايه؟ ممكن توصل من اتنين الى ستة بوصة يعني اتنين بوصة واعمل جدلة او تلاتة بوصة واعمل جدلة وهكذا تمام كده؟ طيب هو الجدلات دي ليه انا بعمل الجدلة او اللفة اللي احنا بنقول عليها دي اولاد دي علشان الجدلة دي بتكون مهمة في ان هي بتعمل تقليل لقيمة التسميع يعني الكوابل ما يحصل لهاش ايه؟ عملية تسميع في خلال بعضها خلاص؟ يبقى اهمية الجدل يساعد جدل كل الزوج على تقليل قيمة الايه؟ قيمة التسميع ما بين الكوابل عندنا كابلات الاسلاك المجدولة دي فيه كابلات اسلاك مجدولة لها اعداد معينة يعني كل مجموعة ممكن الاقي عدد معين من الاسلاك المجدولة وبيزيد ممكن يصل عدد الاسلاك المجدولة في الكابل الواحد حوالي 2700 زوج 2700 ايه؟ زوج يعني انا لقيت كابل كبير جدا خلاص كده وفيه كابلات بتكون عدد الاسلاك المجدولة بتكون ايه؟ قليل بس انا لازم ابقى فاهمة كويس اوي ان هو كل سلكتين مع بعض السلكة معزولة وسلكة معزولة واجدلهم كده ده اسمه زوج بجمع كتير من الازواج دي ممكن تصل الى 2700 ايه؟ 2700 زوج تمام كده؟ وممكن استخدم 1800 بس ممكن استخدم عدد زي 225 زوج على حسب احتياجي لنوع الكابل كل كابل من دول هيكون ليه مواصفات معينة استخدمها في الاستخدام المناسب لها تمام كده؟ بنقول انا عندي فيه نوع اسمه اللي هو كابلات الاسلاك المجدولة السنائية كلمة سنائية يعني هنا هوا تشايفين كده الشكل ده ده كده كابل وده كده كابل عشان كده بنقول ندول ايه؟ كابلات ايه؟ سنائية بتستخدم الكابلات السنائية الفرع دوت في ايه؟ لمعدل السرعات اللي بيصل من واحد ونص الى اتنين ميجا بايت لكل سنية طبعا بيه ممكن استخدم الكابلات المجدولة دي اللي هي السنائية استخدمها في الكابلات او في الخطوط الهوائية خلاص؟ وفي الحالة دي بتسمى كابلات هوائية يعني نقدر استخدمها في الخطوط الهوائية عادي تمام كده؟ او في التوابل الايه؟ الهوائية طب انا عندي اصلا الايه هو استخدام الكابلات المجدولة طبعا استخدام الكابلات المجدولة بيكون فيه الربط ما بين خطوط المشتركين والربط بين السنترالات انا عندي السنترالات والمشتركين بيستخدموا الكابلات المجدولة تمام كده عندي النوع اللي بعده كابلات محورية ايه هي الكابلات المحورية ده نوع من الكابلات اسمه كابل محوري علشان الكابل ده بيكون محطوط فيه مركز الجزء بتاع الكابل يعني ايه الكلام ده يعني بصوا كده ولد في الشكل ده هنا ده الكابل المحوري ده الكابل الايه المحوري وبيكون من الانواع الشائعة خلاص طبعا ليه هو شائع شائع طبعا نتيجة ليه كفاءته العالية والتكلفة بتاعته بتكون تكلفة معقولة هنا هو ده عندي الكابل خلاص ده الكابل الداخلي وهنا بيثبت هنا اقراص خلاص الاقراص ده بتكون مصنوعة من مادة تسمى بالبولي اسيلين انا حطى الاقراص دي علشان دايما تحافظ على الكابل الداخلي ده او الموصل الداخلي ده يكون فيه المنتصف يكون فيه المنتصف تمام كده زي يا ولاد مثلا لو انا جيت باهتلك مثلا بالقلم القلم بيبقى جواه انبوبة الانبوبة فين الانبوبة في المنتصف محتوط لها حاجة تخليها فيه في المنتصف احنا عندنا الكابل نفس الحكاية بنخليه في المنتصف بس في المنتصف بالزبط عن طريق ايه عن طريق اقراص البولي اسيلين اقراص البولي ايه البولي اسيلين وهنشوف الكلام دوت بصوا كده بنقول ان انا عندي مكونات الكابل المحوري بيتكون من الموصل الداخلي اللي هو اللي هيمر في الاشارة اللي هو السلك النحاسي والموصل الخارجي برضو في موصل تاني خارجي برة خالص بعد البولي اسيلين بيكون من شريط النحاس والاقراص العازلة اللي احنا قلنا بولي اسيلين والعزل النهائي اللي هو التغليف الخارجي اللي هو بيكون من مادة الايه من البلاستيك عبارة عن إيه بقى المواصل الداخلي لو جينا نشرح كل جزء أو كل مكون من مكونات الكابل المحوري أول حاجة عندنا المواصل الداخلي المواصل الداخلي عبارة عن طبعا سلك من النحاس طبعا السلك جيد النحاس لأنه جيد التواصيل للطيار الكهربي بيكون له مقطع دائري بيكون كتره 2.64 ميلي بيمر في منتصف محور الكابل تماما علشان كده بيسمى بالمواصل المحوري يبقى عبارة عن سلك من النحاس يمر في محور الكابل سلك من النحاس يمر في محور الكابل ويكون له كتر معين من 2.64 ميلي بعد كده عندي القرس الخارجي المواصل الخارجي عبارة عن مواصل خارجي ده بيبقى قبل طبقة البلاستيك العزلة المواصل الخارجي ده برضه بيكون من النحاس يكون من ايه اولاد؟ هيكون من النحاس وليه سمك طبعا وكتر معين السمك 3 من 10 ميلي بيكون ملفوف ده شكل استوانة وبيكون كتره 9.53% من الميرن ده بالنسبة للمواصل الخارجي اللي هو قبل طبقة البلاستيك العازل الأقراص العزلة بقى الأقراص العزلة دي هي اللي عبارة عن البوليسيلين العازل وبيكون بشكل ده زي ما احنا شايفين أقراص دائرية بيكون فيها في النص ثقب ده اللي بندخل فيه مواصل النحاس طبعا الثقب عندي بيساوي كتر المواصل النحاس علشان ينفع يكون محطوط ايه بداخله وأحافظ دايما على ان المواصل النحاس ده يكون فيه منتصق فيه المحور طبعا بنسيب مسافات معينة حوالي 3 ميلي علشان أعمل عملية البعد خلاص طيب بنقول ان انا عندي الكتر قد ايه الكتر تسعة و تلاتة و خمسين من مية ميلي طيب السمك الاستوانة دي او الكتر ده قد ايه سمكه اتنين ميلي اللي هي الحتة دي اولاد ديه كده السمك ده اتنين ايه ميلي خلاص طيب البعد ما بين كل قرص والتاني ما انا حطيت دلوقتي ادي السلكة هون تمام انا حطيت من السلك ده ادي السلك النحاس وهحطه هحط هنا الايه الاستوانة او هحط القرص البولي اسيلين خلاص طب انا بعد المسافة دي هحط قرص تاني بولي اسيلين هسيب مسافة من هنا الهنا قدي عشان هحط قرص تاني بسيب تلاتة ميلي يبقى كل تلاتة ميلي انا بحط قرص بولي اسيلين خلاص والقرص ده بيكون ليه ابعاد معينة ليه ابعاد ايه معينة من حيث الكتر ومن حيث السمك خلاص بعد كده بيتم ايه وضع استوانة من النحاس وبعد كده يغلف في غلاف خارجي من البلاستيك عرفنا مراحل تكوين الكابل المحوري طبعا تسمى الاستوانة المحورية والموصل الداخلي لما بيتم التغليف بالغلاف الخارجي بيسميه بالأنبوبة المحورية أو الوحدة المحورية كلمة محورية طبعا علشان هو في المنتصر يوجد أنواع تانية من الكابلات المحورية بتستخدم قناكل للإشارات اللاسلكية يبقى أنا بستخدم ممكن استخدمها قناكل التليفونات وممكن استخدمها لنقل الإشارات اللاسلكية ذات التردد فوق العالي فوق الايه؟ فوق العالي خلاص دي بتستخدم للربط بين الأجهزة وممكن ما بيكونش طبعا طالما هربط ما بين الأجهزة ده ما بيكونش في بطن الأرض لأن إحنا دلوقتي بنشرح في كابلات اللي هي الكابلات الأرضية بس أنا دلوقتي بقول إن أنا أقدر أستخدمه في إيه؟ أقدر أستخدمه إن أنا ما استخدمهش في بطن الأرض ووصل ما بين الأجهزة عن طريقه تمام كده؟ زي بالضبط كابلات الأسلاك المجدولة بحطها أه ممكن أحطها في الأرض بس قلنا برضو وإحنا بنشرح إن أنا ممكن أستخدمها كخطوط هواقية خلاص يا أولاد؟ يبقى لازم بقى فهمة إيه؟ الجزء ده طيب النوع الثاني من كابلات الأسلاك المحورية زي ما إحنا شايفين إن هو ده قلب السلك أو السلك النحاس خلاص؟ بعد كده هنا هوت مادة عزلة هنا ما فيش أقراص البولي إيسيلي لأ أنا حطيت مادة عزلة مستمرة مع السلك كامل خلاص بعد كده عملنا إيه؟ عملنا طبقة موصلة من الشبكة النحاسية على شكل شبكة اللي هي الجزء ده الأصفل ده وبعد كده الطبقة إيه؟ الطبقة العزلة اللي من البلاستيك تمام؟ ده كده أنا أقدر أستخدمه فيه التوصيل ما بين الأجهزة طبعاً بيكون لي بيكون لي جاك خلاص؟ جاك علشان أقوم بعملية التوصيل السلك الداخلي بيسمى بإيه؟ بيسمى النواة نواة الكبل وطبعاً السلك الداخلي أو الموصل الداخلي اللي هو نواة الكبل ده اللي بتمر خلاله الإيه؟ اللي هتمر خلاله الإشارة اللي هو هيقوم بعملية الإيه؟ النقل خلاص الطبقة الخارجية اللي هي الشبكة الشبكة النحاسية دي بتمنع الاشارات من ايه من الاشعاع يعني انا ليه عاملة الشبكة النحاسية اللي هنا هوت بصوا الشبكة دي اولاد دي ليه حطينا هنا هوت واختلفت عن الكابل المحوري اللي من نوع السابق علشان دي بتعمل عملية ان ما تخليش الاشارة دي بتمنعها من انها تصدر للايه للخارج بتخليها تكون منحصرة داخل الكابل المحوري تمام كده يبقى بتمنع الاشارات من الاشعاع وكمان بتمنع تأثير الاشارات الخارجية ما يكونش فيه اشارة خارجية جاية وتأثر على اثناء عملية توصيل لان احنا بنستخدم الاسلاك دي ممكن نستخدمها فيه اجهزة زي اجهزة الاسترسكوب مثلا فيكون شغال جنبي جهاز تاني ما يحصلش ما بينهم ايه ما يحصلش ما بينهم ايه لاخبطة فيه الاشارات ده بالنسبة للشكل بتاعنا بنقول الكتر بتاع السلك ده بيختلف فيه انواع زي ما احنا شايفين فيه نوع الكتر بتاع السلك بتاعه بصه بالشكل ده فيه نوع الكتر السلك بيكون سميك طيب كلما زاد كتر السلك بتاع السلك النواع اللي هو السلك اللي بيمر في الاشارة طبعا هكون افضل علشان ده بيحسن من عملية نقل الايه الاشارة طيب لو السلك عندي كان رفيع جدا اللي هيحصل اللي هيحصل مشكلة انه ممكن يحصل تلاشي للاشارة او عملية ضعف كبيرة في الاشارة اثناء عملية الايه اثناء عملية منعلي تمام يبقى اختلاف القطر بيحدد جودة استخدام السلك بالنسبة اللي هيستخدمه استخدام الكابلات المحورية طبعا في شبكات الاتصال الهاتفية وفي التوصيل ما بين المقاسمات المقاسم احنا هناخده في ان شاء الله الحلقة الايه الجاية بالتفصيل التطبيقات العملية للكابل المحوري طبعا احنا الكابل المحوري ده كلنا بنشوفه عندنا في البيت بس يمكن احنا عشان ما بينفقوش بيبقى جيلنا وجاي بالبينز بتاعته فاحنا بنوصله في الاجهزة على طول بنستخدمه في نقل الاشارة التلفزيونية من الهوائي الى التلفزيون الجزء اللي احنا بنوصل سلك ما بين التلفزيون والهوائي ده بيكون عندنا كلنا في البيوت دلوقتي تمام والكابلات المخصصة لتوصيل وفحص الاشارات زي الناس اللي بتشتغل في معامل في المعامل طبعا في جهاز رسم الموجات جهاز الاسرسكوب بنوصل سلك السلك بتاع جهاز الاسرسكوب هو ده اللي بنسميه الكابل الايه الكابل المحوري خلاص هو السلك واحد بس تخدمه أو وصله ما بين التلفزيون والهوائي أو في جهاز الاسرسكوب اللي بيختلف بيختلف الجاك اللي في البداية خلاص ان بياخد جاك مناسب للايه مناسب للمدخل بتاعه خلاص كده ده بالنسبة ليه الكابل المحوري كمان بيستخدم فيه محطات الميكرو ويف وفيه شبكات توزيع اشارات الفيديو طبعا فيه طلبة كانوا بيقولوا ايه هي الميكرو ويف في السنين السابقة دي ياولاد انا جبت لكم هنا صورة لمحطة ميكرو ويف خلاص كده ده نوع من انواع المحطات بنقول احنا عندنا انواع رجي للكابل المحوري فيه رجي تمانية وخمسين ورجي تمانية ده كل واحد منهم بيتميز بممانعة معينة ممانعة هنا بتساوي خمسين قوم وعندنا رجي تسعة وخمسين ورجي ستة الممنعة بتكون خمسة وسبعين قوم وكل رجي بيستخدم فيه نظام معين يعني انا عندي رجي تمانية وخمسين ورجي تمانية بيكسر استخدامهم فيه انظمة الاتصالات اما رجي تسعة وخمسين ورجي ستة فيه نقل الاشارات التلفزيونية عشان كده بقول لكم انه بيكون فيه بينز معين في البداية هو اللي بنقوم بايه بالتفرقة ما بينهم مميزات الكابلات المحورية طبعا الكابلات المحورية بتكون سهلة التركيب والعمر التشغيل بتاعها بيكون طويل يعني بتعيش كتير ما بتبصش بسهولة لان هي كابلات لها سمك ومعين وبكون فيها وقاية وما بتتأثر شي ايه يعني ما فيش حاجة ممكن تأثر عليها بايه بسهولة فعشان كده بنقول العمر الاستخدام بتاعها طويل وما بتكونش صعب في الاستخدام تركيبها بيكون بسيط من مميزاتها كمان انعدام الفقد الناتج من الاشعاع هي مغلفة بصورة جيدة فما بيكونش فيه فقد لا تتأثر بالمجالات الكهرومغناطسية المجورة خلاص يعني ما فيش مجالات ممكن تأثر على الكابل ايه بقى عيوبها يعني احنا شفنا المميزات نشوف بقى العيوب عندي الفقد عالي نسبيا في حالة ايه عند مقاومة الموصل والمادة العزلة تمام يبقى ده في حالات معينة وامكانياتها في نقل القدرات العالية محدود عشان كده ما بتنقلش قدرات ايه قدرات عالية عندنا الجزء اللي احنا اخدناه كلمنا عن الكابلات المجدولة كلمنا عن الكابلات المحورية وقلنا يعني ايه الوسط التراصلي ناخد جزء نطبق عليه اسئلة وبعدين نرجع نكمل حلقتنا السؤال بيقول اكمل الفراغات الاتية بما يناسبها عندنا الكابلات المجدولة والاقراص العازلة والكابلات المحورية سهلة التركيب وزوع عمر افتراضي طويل احنا لسه من اللي سهلة التركيب وعمرها الافتراضي طويل كابلات مجدولة ولا اقراص عازلة ولا كابلات محورية طبعا الكابلات المحورية يوجد في مركزها سوق بدائري كتر يساوي كتر الموصل الداخل طبعا اللي في مركزها سوق وكترها يساوي كتر الموصل اللي انا بحط فيه الموصل اللي هو من النحاس دي عبارة عن الاقراص العازلة اللي هي اقراص البولي سيلين عندنا كمان سؤال يجب ان تعزل جيدا ويمكن حفظها داخل درع واقي ايه هي اللي انا بحفظها كويس وبحطها داخل درع واقي لحمايتها من العوامل الميكانيكي طبعا كابلات هوائية ولا كابلات ارضية طبعا الكابلات الايه الارضية لان احنا اتفقنا ان الكابلات الهوائية هي كابلات اصلا غير معزولة تمام والكابلات الارضية هي اللي انا بعمل لها ايه درع واقي علشان التأثيرات الميكانيكية وعلشان الكابلات الارضية ممكن يحصل فيه تتأثر باي جزئية عندنا ده علشان ما يحصلش قسر السؤال اللي بعده كبلات الاسلاك المجدولة عبارة عن زوج من المواصلات المعزولة تمام لغاية هنا كويس من البلاستيك معزولة من البلاستيك والمجدولة بمعدل جدلة واحدة كل مسافة تتراوح ما بين 6 الى 12 بصة لا طبعا احنا ما قلناش ان المسافة ما بين كل ما بين الاسلاك المجدولة من 8 الى 12 احنا قلنا ان هي بتكون يد ايه اولاد بتكون حوالي ايه 6 من 2 ل 6 اذكر انواع الكوابل انواع الكوابل عندنا احنا لسه قيلنا فيه كبلات محورية وفيه كبلات ايه كمان فيه عندنا كبلات مجدولة وكبلات الياف ضوئية والكبلات المدرعة ده بالنسبة ليه انواع الكوابل ما هي مكونات الكابلات المحورية طبعا احنا قلنا ان الكابل المحوري بيتكون من اربع ايه اقسام او اربع اجزاء ايه هي الجزء الموصل الداخلي من النحاس وكمان الاقراس العازلة من البولي اسيلين وعندنا الاستوانة او الجزء النحاسي خلاص وكمان عندنا العازل الخارجي اللي هو من البلاستيك تمام ده بالنسبة لمكونات الكابلات المحورية موصل داخلي موصل خارجي اللي هو شريط النحاس اللي بيتحطي عليه اللي هو العازل الخارجي من الايه البلاستيك وفي عندي البولي اسيلين اللي بيكون بيوضع في مركزه سلك النحاس اللي بيحافظ دايما على السلك النحاسي اللي يكون في محور الايه السلك عشان كده بنقول عليه سلك محوري النوع اللي بعد كده اولاد من الكابلات اللي هي الكابلات المضرعة ومن اسمه كابلات مضرعة يعني الكابل ده مضرع ومتحافظ عليه ومتغلف بصورة جيدة جدا من أي تأثيرات طيب ايه هو الكابل المضرع؟ هو عبارة عن كابل من النحاس يغطى ويغلف جيدا بطبقات من الورق المشبع بالزيت ده في الاول بيتحط عليه ورق مشبع بالزيت كعازل بعد كده بيلف عليه طبقات من الخيش المقطرن الخيش المقطرن ده عبارة عن نوع من الخيش بيتحط عليه مادة القطران علشان دي مادة عزلة بتمنع تصرب المية للكابل ليه؟ لان الكابلات المضرعة احنا بنستخدمها في الاماكن اللي بحتاج ان انا امرر كابل خلال المية مثلا في بحار في محيطات زي ما احنا بننقل النت ما بين الدقوة اللي وبعضيها دود اسمه بننقله عن طريق مجموعة من الكابلات زي مثلا كابلات الايه؟ الكابلات المضرعة وبيكون عندي بعد كده بيتلف عليها شريط صلب حلزوني زي ما احنا شايفين في الرسمة شايفين كده ده هنا الجزء الخاص بالورق المشبع بالزيت وبعد كده الخيش المقطرن وبعد كده الصلب الحلزوني اللي بيكون ملفوف عليه كل ده علشان اعزل الاسلاك بتاعتي خلاص احافظ عليها واعمل لها عملية عازل تام استخدامها طبعا بتستخدم في الكابل دي في عبور الموانع الايه المائية او بتسمى بالكوابل البحرية الكوابل الايه البحرية بتعبر البحار بتكون في البحار والايه والمحيطات اي مكان فيه مية طيب تتميز خطوط الكابل ده بايه طبعا انا بميزه بمجموعة من الالوان اللي هو العازل اللي بيكون عندي للسلك ده بيكون فيه عازل كل عازل بيكون ليه لون كل لون ليه شفرة عندي زي ما احنا هنشوف فيه بصوا كده ولاد شايفين الرسمة دي شايفين هنا هوت كل سلك للون هنا مثلا لون اصفر هنا احمر هنا ازرق وهكذا فكل سلك مغلف بغلاف من العازل العازل ده بيكون ليه لون فنميزهم عن طريق الايه عن طريق الالوان وكمان هو نفسه ككابل بيكون فيه لون معين لكل كابل علشان اقدر استخدمه بصورة معينة تمام كده يبقى فيه تميز داخلي وتميز ايه خارجي بعد كده عندنا فيه كابلات تسمى بكابلات الالياف الضوئية او الكابلات البصرية ايه هي كابلات الالياف الضوئية كابلات الالياف الضوئية هي عبارة عن نوع خاص جدا من الكابلات اللي بيعتمد على او بين المعلومات كبيرة جدا وبسرعة عالية كابلات الالياف الضوئية بيكون مصنوعة من اسلاك رفيعة جدا من الزجاج خلاص او البلاستيك بتكون شبه الشعراية بس بتكون من الزجاج او الايه او البلاستيك طيب انا ليه استخدمت كابلات الالياف الضوئية دي طبعا نتيجة للتطور الحادث في مجال الاتصالات والانترنت وسرعة المعلومات وكم المعلومات الهائل فانا محتاجة كابل يتناسب مع الكم ده ومع السرعة اللي انا محتاجها فعشان كده احنا بنبدأ نستخدم كابلات الالياف الضوئية او بتسمى بكابلات البصرية طبعا الكابلات دي زاتة ساعة ساعة نقل بيانات هائلة جدا وبكون اقتصادية بس بتحتاج بعض الكوادر الخاصة بعملية التركيب يعني مش اي حد يقدر يركب كابلات الالياف الضوئية زي كابل السلك العادي مثلا المجدولة او الكابلات العادية لان كابلات الالياف الضوئية لها تكنيك معين اثناء عملية التوصيل تمام تعرف الالياف البصرية بانها خيوط زي ما قلنا رقيقة جدا وشفافة بتكون من الزجاج او البلاستيك بعد كده بيتم تغلفها بزجاج تاني بس كسافة الزجاج اللي بتتغلف به بتكون ايه اقل من كسافة الموصل او الشعيرات الرقيقة الاصلية يبا هو شعيرات رقيقة من الزجاج او البلاستيك تغلف بايه تغلف بزجاج تاني كسافته بتكون اقل بعد كده بيه طبعا الكابلات دي بتعمل ايه بنقل فيها الاشارة ايه طبعا هي بتنقل الاشارات بصورة ضوئية يعني بتحول الاشارة لازم تتحول الاشارة اللي جايالي من اشارة كهربية الى اشارة ضوئية خلاص يعني في صورة اشعاعات ضوئية تمام كده خواص التراسل الضوئي بيكون درجة نقاء القلب الزجاجي ده لازم تكون عالية جدا علشان الاشارة تكون يحاول ان احنا ننقلها بصورة جيدة يعني لو حصل فقد تكون الفقد او التغيير في الاشارة يكون بسيط ما يكونش ايه تأثير عليها كبير ولازم تظل الاشارة ضوئية محصورة في الالياف ما ينفعش ان انا انقل الاشارة ضوئية والاشارة ضوئية تنتشر خلال السلك وتنفذ للخارج ده ما ينفعش لازم الاشارة ضوئية اللي انا بنقلها تكون ايه تكون محصورة داخل الالياف الايه الالياف الضوئية خلاص كده من مميزات الالياف الضوئية أن لديها مناعة تامة للتداخلات الكهرومغناطسية خلاص منعتها بتكون كبيرة بالنسبة للتداخلات الكهرومغناطسية نتيجة لعدم تأثرها بالموجات الكهرومغناطسية ده زجاج والزجاج مش معدن يعني مش مادة بتتأثر بأي مجال مغناطسي احنا عارفين أن الإزاز مادة غير مغناطسية لكذا بنقول أنها لا تتأثر بالمجالات المغناطسية ساعتها عالية جدا بسبب اتساع النقاط عند الترددات الضوئية احنا بنستخدم مجموعة من الشعيرات الرقيقة عشان كده بنقول أن هي بتتسع كم هائل من المعلومات لها مدى عريض للترددات وطبعا خفة وزنها وسهولة النقل والتخزين إن هي شعيرات رقيقة فخففة الوزن طبعا سهولة التمديد سهل إن أنا أمددها وأركبها بس زي ما قلنا لازم كوادر خاصة مدربة على تركبها وكمان لا يمكن التصنط عليها علشان كده كابلات الألياف الضوئية بتستخدم في الأغراض العسكرية لإني ما ينفعش محدش يقدر يتصنط عليها خالص ده ميزة جيدة جدا في كابلات الألياف الضوئية بس زي ما بيكون لها ميزة أكيد لها بعض النواقص أو العيوب في هذه الألياف إيه هي عيوب الألياف الضوئية؟ أول حاجة التكلفة الابتدائية عالية في البداية تكلفتها بتكون إيه عالية؟ زي ما نقول بنحتاج لبنية تحتها شوية تكون مجهزة ليست مثالية تماما بالنسبة للنبضة المرسلة عبر الألياف الضوئية لا تشبه تماما النبضة إيه أثناء عملية الاستقبال وده اللي احنا قلناه أني بيكون في عملية النقل حاجة بسيطة كده بتأثر على الإيه الإشارة بس ما بيكونش للدرجة اللي تخليني ما استخدمهاش خلاص لأن هي مميزاتها أكتر كتير جدا من عيوبها خلاص استخدام الألياف الضوئية أنا بستخدم الألياف الضوئية في شبكات الاتصال بعيدة المدى اللي بتحتاج لمسافات بعيدة طبعا لأن أنا عندي كابلات الألياف الضوئية بيأمدها إلى ملايين كيلو مترات يعني مسافات بعيدة جدا نقدر استخدم فيها كابلات الألياف الضوئية وبرضو في التوصيل بين المقاسم في الشبكات الهاتفية لأن احنا هناخد المقاسم إزاي بوصله في الشبكات الهاتفية في السنترالات وفي عملية التوصيل كمان بتستخدم في نقل البيانات في شبكات الحاسب وشبكات التلفزيون والاتصالات العسكرية لاستحالة التصنط عليها يبقى في الحاسب والتلفزيون والإنترنت والشبكات العسكرية بنقول أن أنا عندي تركيب الألياف الضوئية بتتركب من إيه الألياف الضوئية دي؟ زي ما قلنا أول حاجة عندنا القلب الزجاجي ودي اللي هي بنسميها الشعيرات الرقيقة الشعيرات الرقيقة الزجاجية دي اسمها الشعيرات الرقيقة دي تسمى بالقلب الزجاجي بعد كده عندنا الغطاء الزجاجي وإحنا اتفقنا وقلنا أن الغطاء الزجاجي بتكون كسافته أقل من كسافة القلب الزجاجي بعد كده عندنا الغلاف أو الغطاء البلاستيكي اللي بنغلف به طبقة الإيه أو بنغلف به الألياف الضوئية أو الألياف البصرية ده شكل الألياف الضوئية بس كده أولادة عندي في الشكل ده عندي هنا ده القلب الزجاجي وهنا القشرة الزجاجية اللي هي الغلاف الزجاجي وبعد كده ده الغلاف الواقي اللي هو اللي بيكون من البلاستيك تمام؟ إحنا عندنا المصار اللي هيمر خلاله نقل الإشارة اللي هي الإشارة الضوئية اللي هو القلب الزجاجي اللي متلون باللون ده الأصفر ده تمام؟ بعد كده الغطاء الزجاجي هو المادة الخارجية اللي بتحيط بالقلب ويكون أقل كسافة من مادة زجاج القلب زي ما قلنا ويعمل على عكس الضوء باستمرار يعني إيه عكسه؟ بيعكسه للداخل علشان ما تتصربش إشارته إيه؟ إشارة الضوء دي إلى الخارج يبقى ده فايدة الجزء اللي بعد القلب الزجاجي دايماً بيعكس الإشارة الداخل القلب بيخليها جوه في القلب بيحبسها جوه إيه؟ جوه القلب الزجاجي تمام؟ بعد كده الغلاف دوت كغلاف عازل من البلاستيك علشان يحمل ألياف من أي مؤثر خارجي ده بالنسبة لتركيب الألياف الضوئية طيب إيه هي بقى فكرة عمل الألياف الضوئية؟ طبعاً كوابل الألياف الضوئية بتعتمد على انتشار الموجات الضوئية لأن إحنا قلنا هيمر خلال الكبل إشارة ضوئية فبتعتمد على انتشار الموجات الضوئية خلال أو داخل القلب الزجاجي اللي هو مغطى بكساء بيعمل على عكس الإشارة دائماً وباستمرار داخل القلب تمام كده؟ طيب بتنعكس الموجات الضوئية دي ما بين القلب والكساء اللي هو الغطى بتاعها ويستمر الضوء في القلب الزجاجي للكبل طبعاً كما يتم عملية العزل للكساء الزجاجي بغطاء بلاستيك زي ما احنا قلنا طبعاً الألياف بتكون لها عدد معين خلاص يمكن أن أنا أستخدم زوج واحد من الألياف دي يعني أنا أقدر أستخدم شعيرتين في عملية تراصل خلاص الزوج يعني شعيرتين من الكبلات الألياف الضوئية بنقول عندي يمكن إضافة سلكين من النحاس لنقل التغذية أنا أقدر أضيف سلكين من النحاس علشان أنقل التغذية الكهربية كاستخدام للألياف الضوئية في محطات التقوية في محطات التقوية اللي بستخدم فيها مصار التراصل يعني أنا الألياف الضوئية كده أنا عملت لها زي عملية عملية تعديل أن أنا حطيت سلكتين من النحاس تمام؟ بس دي فيه استخدامات معينة في محطات التقوية بس بتعتمد طبعاً على استخدام الضوء كحامل للمعلومات يعني أنا عند الإشارة الكهربية الحاملة للمعلومات دي بيتم تحولها إلى إشارة ضوئية خلاص؟ طبعاً علشان يتم عملية الإرسال والاستقبال اللي ما بينهم هيكون كابل الألياف الضوئية وده اللي إحنا هنبدأ نشوفه ولازم نكون عارفين بعض الحاجات الضرورية في الألياف الضوئية بعض الأصص اللي هي زي سرعة انتشار الدوق بتكون قد إيه؟ طبعاً إحنا عارفين أن سرعة انتشار الدوق 3 في 10 قص إيه 8 متر لكل ثانية وبتنخفض سرعته عند انتقاله في المواد الأكتر كسافة في الفضاء كمان أنا لما باجي أنقل الضوء من مادة عالية الكسافة لمادة منخفضة بيحصل عملية انكسار فلازم أكون فهمة كويس قوي أن عملية الانكسار دي ممكن تعمل عملية إيه؟ تأثير وبعد كده هناخد حاجة اسمها إيه هي الزوية الحرجة ويعني إيه انعكاس ويعني إيه انكسار انتشار الدوق عبر الألياف الضوئية بيعتمد طبعاً على الانعكاس الضوئي داخل الكابل الضوئي عندنا مكونات نظام التراصل اللي بنستخدم به الألياف الضوئية نظام التراصل زي ما احنا خدنا قبل كده هو عبارة عن نظام بيتكون من مرحلة الإرسال اللي هو مرسل ضوئي خلاص والمرسل الضوئي ده اللي بيحول عندي الإشارة الكهربية إلى إشارة ضوئية طبعاً عندي مين هنا كمرسل ضوئي هيقوم بعملية تحويل الإشارة من إشارة كهربية إلى إشارة ضوئية بعض السناقيات بالترانزيستور هي اللي هتقوم بعملية التحويل أنا عندي اللي هتقوم بعملية التحويل في منطقة الإرسال سناقيات أو إيه أو ترانزيستورات خلاص مشاعة للدوق بعد كده يبقى دي اول مكون اللي هو المرسل الضوئي بعد كده المكون التاني اللي هو الالياف الضوئية وده اللي هو بنقول عليه بقى هنا الوسط الترسل او الوسط اللي هتمر خلاله الاشارة الضوئية يبقى ده اللي هيوصل الاشارة الضوئية من المرسل الى المستقبل ده وسيلة الربط بعد كده عندنا المستقبل الضوئي المستقبل ده الجزء اللي هيستقبل الدوق وبعد ما بيستقبل الدوق لازم طبيعي هيتحول من إشارة ضوئية إلى صورة معلومات أصلية زي ما تم عملية الإرسال يبقى هترجع تاني لأصلها الدوق ده هيتحول تاني لأصله في حالة في حالة عملية الاستقبال يبقى الإرسال خد المعلومات حولها للدوق الدوق تنقل في كابل الألياف الضوئية جات مرحلة الاستقبال الاستقبال هياخدوا الدوق ده ويرجعوا لأصله كمعلومات مرة تانية خلاص كده لأن المعلومات هي تعتبر في كانت خلال الكابل بس في صورة دوق بعد كده عندنا أنواع الألياف الضوئية زي ما احنا قلنا أن أنا عندي الألياف الضوئية أنا ممكن أعدل فيها زي ما حصل وقلنا أن بيتم إضافة مثلا سلكين من النحاس علشان أستخدم كابلات الألياف الضوئية في محطات التقوية عشان كده بنقول أننا عند الألياف الضوئية في منها أكتر من نوع خلاص الأنواع دي أول حاجة عندنا اللي هي ذات المعامل الخطوي والنوع التاني اللي هو النموذج المفرد وذات المعامل المتدرج يبقى مفرد ومتدرج ومعامل خطوي ده بالنسبة لأنواع الألياف الضوئية بعد كده أولا لو أنا مسكت أول نوع من أنواع الألياف الضوئية اللي هو ذات المعامل الخطوي بنقول أن فيه النوع دوت بيكون القلب طبعا كل نوع هيكون ليه مواصفات وخصائص معينة وإلا ما كانش عملوا أنواع كانوا عاملوا خلاص هو نوع واحد واستخدمنا لا هنا هوت كل نوع لخصائص علشان أقدر أستخدمه في الحاجة المناسبة ليه الخصائص دي بتكون فيه بتكون مثلا فيه سمك الألياف الضوئية فيه أن أنا أستخدمها على مسافات قد إيه ينفع استخدمها فيه مسافات طويلة ولا مسافات أقل شوية يبقى كل نوع هنعرف إيه هي الخصائص بتاعته تمام؟ أولا زي ما جينا قلنا المعامل الخطوي بيكون الألياف دي القلب الزجاجي بتاعها السمك قد إيه السمك 70 ميكرو ميتر السمك القلب 70 ميكرو إيه ميتر ومعامل انكسار واحد والكساء المحيط به لعدة معاملات انكسار يبقى ليه معامل انكسار واحد بس الكساء أو الغلاف بيكون ليه أكتر من معامل إيه أكتر من معامل انكسار عندنا الألياف الضوئية ذات المعامل المتدرج ده بيكون نوع الألياف دي بيديه ناتج أفضل من النوع اللي احنا قلناه خلاص وبيكون عرض النطاق الترددي من 300 إلى 500 ميجا هيرتز طبعا بيكون ليه معامل انكسار وبيكون تدريجي كلما اتجهنا من القلب إلى الزجاج إلى الكساء خلاص دي الألياف الضوئية ذات المعامل المفرد وده شكلها بيكون سمكها من 3 إلى 10 ميكرو ميتر طبعا بيكون ليه عيوب اني نطاق بتاعها للترددات محدود بكده أولاد نكون خدنا جزء خاص بأنواع الكابلات الأرضية وخدنا الكابلات الهوائية أو الخطوط الهوائية اتكلمنا بالتفصيل عن خصائص كل نوع ويعني ايه وصلت رسولي وبكده تكون حلقتنا معاكم النهاردة انتهت بسرعة واشكركم وإلى اللقاء في حلقات أخرى قادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا